اشتركوا في القناة وربنا يا ربي ما يخزناش في اي حد اخترنا فاضل اهم استحقاق تاريخي وهو الانتخابات البرلمانية القديمة اللي يمكن مش بس الناس اللي بتعلق عليها الامال لكن المجتمع بأسر والمجتمع المصري بيعلق الكثير من الامال على الانتخابات البرلمانية اخر واهم استحقاق في خارطة الطريقة طيب ايه اوجه التجهيزات من قبل الاحزاب الموجودة هنا في مصر اللي هي المفروض بيبقى لها دور مهم جدا في الانتخابات البرلمانية وفي الشارع وبيلمسها المواطن بشكل طبيعي نرده يكون محور نقاشنا عن الانتخابات البرلمانية القديمة هذا الاستحقاق التاريخي الهام مع ضيفي الاستاذ سعد ابو بطيحة نايا برئيس حزب مصر الاشتراك اهلا بيك افاد اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك خاليني اسألك من وجهة نظرك الحزبية كيف ينظرون الاحزاب للانتخابات البرلمانية القديمة الاحزاب دلوقتي كلها كل الشغل اللي شغلها انه ازاي تحصل على عدد كبير من المقاعد في البرلمان القادم تمام ولكن هي الان من شيء معين اهلا وهو قانون الدوائر اللي لسه هيصدر تمام لان قانون الدوائر ده بيتحدد عليه امور كتيرة نعم اهلا وهي اه عندنا طبعا اه 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 مقاعد تلتين فردي وعندنا مية وعشرين قايمة تمام القايم دي اربح قايم قايمتين القايمة 45 اللي هي تبدأ من قايم من الجيزة وبنسويف والفيوم والمينيا وثهاج والقصر وانا الى اسوان تمام والقايمة التانية بتبدأ من القاهرة والاليوبية والمنوفية والغربية والدأهلية ودمياط الى دمياط تمام محافظات فسبع محافظات اي حزب لوحده مايقدرش يعمل قايمة من حاله لازم ان يتحد ويعمل اقتلاف مع الاحزاب تمام طبعا حضرتك تعرف ان الابل 25 يناير كانت الاحزاب احزاب اه وهمية مكان اه كرتونية والحكومات السابقة كانت دايما بتديق على الاحزاب بتخليهاش لها انطلاق ولا في الجامعات ولا في المساجد ولا في المستشفات ولا في اي تجمعات وكان اي تجمع يتم بيحصل عليه كنترول وممكن الناس تتسجن في الاخر فبناء عليه الاحزاب من بعد 25 يناير كان لها وضع والوضع ده كان بينحاصر في 3 احزاب بس هم اللي كانوا مسيطرين برضو في الشارع نقدر نقول اللي هو كان حزب الحرية والعدالة اللي هم الاخوان المسلمين والقط الاسود حزب النور حزب النور والحزب الوطني ورجالته وخيب الحضرتك وطبعا بعد الصورة وبعد ما الشعب كله ساعد ومكن الاخوان المسلمين من وصول الى السلطة طبعا خزلونا ونقدر نقول انه هم سيطروا على البلد وحطوا فرصهم انه هم اللي بيفهموا والشعب كله ما بيفهمش وفصلوا نفسهم في ركن بعيد عن الشعب المصري حتى خلى الفترة اللي كان فيها الحكم حكم الاخوان المسلمين موجود في البلد كان حضرتك لما بتقلب بالرمود كده في التلفزيون وتلاقي وحد بيتكلم في الدين الى ان ما بيش عاوز تسمع له لان بيقولك يغفر الله لمن اريه اراد الدنيا بالدنيا تمام ولا يغفر الله لمن اراد الى ديه الوصول للدنيا بالدين تمام عشان كده احنا بقى بنأكد على اهمية دور الاحزاب في الانتخبات البرلمانية القادمة شايفين كثير من الاتحادات في الاحزاب طيارات بتضم تحت الواقع الكثير من الاحزاب اللي هبتسعى للوصول اكبر مقاعد في البرلمان عنا ما احضرتك ان من حق الاحزاب انها تحصد الكثير من المقاعد ولكن في نفس الوقت مين المستفيد هو المجتمع المصري المجتمع المصري اللي هم ابناء الشعب المصري ازاي انحاء المعادلة دي كلها ان انا كحزب اوصل لقال احصد اكبر عدد من المقاعد في البرلمان وايضا في نفس الوقت منساش المجتمع المصري بتاعي وكمان دور مهم جدا على الاشخاص اللي هم هيدخلوا تحت قبة البرلمان الدور التشريع بتاعهم يعني هتوقف عليهم بناء الدولة وتوظيف المواد اللي في الدستور وتطبيقها بشكل عملي على الارض الواقع البرلمان اللي جاي اهم برلمان في تاريخ مصر والاحزاب علشان تقدر تتصل بالجمهور وزي ما حضرتك تفضلت وبتقول انهم لازم ان يكون في دور دور الاحزاب في المجتمع لازم ان الاحزاب تنزل الشارع الاحزاب تفضل في اماكنها وعاوضة تحصد تحصد اماكن في البرلمان ده شيء مش مقبول لانه هو تحصد اماكن في البرلمان الزاغ لما توصل يا فندم عاوز يوصل يوصل حضرتك بيبقى عاوز قوائم الحزب عاوز قايمة يتدار فيها علشان يخش البرلمان زي ما حصل في الانتخابات 2011 من الممكن كنت تتلاقي راجل جاي من الصعيد نازل هنا في القاهرة في القايمة وهو مسافر ويتتفاجئ انه نجح ودخل البرلمان وممكن واحد اخر داخل فردي في القاهرة واخد برحضرتك وموت نفسه وبيتناحر وفي الشارع ورجلته وقريبه وبيته وما بينامش بل كل الشغل اللي شغله انه يتصل بالجمهور والشعب ويشوف مشاكل الناس ويكون يعني هو نائب قبل ما يكون نائب نائب خدمي حاسس بالناس بيفرح لفرحه بان الحزنهم ورغم ذلك بيسقط وتيجي لي على الجانب الآخر في القايمة تلاقي كنت حضرتك القايمة حد دافع مبلغ وجاي رقم واحد او اتنين في القايمة وبناء عليه بتلاقيه في البرلمان علما بانه ما حدش يعرفه بالزبت واخد بالساعد وما حدش شاف اي ظهور لي ولا حد اي شاف اي ظهور وبناء عليه اما بيكون عضو في مجلس النواب بيرفض مساعدة الناس وبيحاطط وحاطط فراسه وفكره وحاسيزه انه هو ووصل البرلمان بفلوسه الكلام ده كل جاي ما يتكررش بقى في البرلمان القادم والانتخابات اللي جاي ان شاء الله والله ده يتوقف على امور يطول شرحة يعني مقتضب بشكل مقتضب كده ممكن تشاف ايه هام الامور دي اهم الامور دي حضرتك ان الدواير ان قانون الدواير طالع مش كل راضي عنه وبالاخص الاحزاب اوجه الاحراضات او الانتقادات اه حضرتك قانون الدواير النهاردة غالبا هيخرجوا النهاردة لكن فيه بوادر او اخبار عن قانون الدواير انتوا كاحزاب مش عايزوا التخيم لا تعليقوا على قانون الدواير اللي هيظر ان شاء الله قانون الدواير يزعل الاحزاب لان قانون الدواير حضرتك فاتح الدواير الفردية احنا عندنا الدواير الفردية 231 دايرة منهم مجموعة دواير متقصمين الى ثلاث اقصائر قسم فيه ثلاث نواب قسم فيه النواب قسم فيه نائب واحد دايرة واحد يعني مثلا نيجي نقول مثلا حلوان التبين حلوان المحصرة ثلاث اقصائر تمام فيهم ثلاث نواب نيجي نقول تاني مايو لوحدها فيها نائب علما بأن مايو والتبين كانوا في البداية دايرة واحدة فاذا لو فيه نائب لقوة في مايو والتبين وبعد كده اللي حصل ان مايو طلعت لوحدها بقت في دايرة اخرى والتبين اتضمت لو دايرة تانية مرشح الدايرة دي مطلوب منه بقى ليه مشقة كبيرة جدا قالوا وهي لازم ينفك في الدايرة ولازم يشد حيلو في الدايرة ومحتاج مصاريف واموال كبيرة علشان يقدر يسيطر ويقدر يعمل دعاية كبيرة لان حضرتك الناس عشان تنتخي مرشح لازما بيكون ليه تقل في الدايرة ولازما بيصرف ولازما يصرف بمعنى يعني في الناس ممكن تفهمها غلط يصرف ان انا بديهم بزيته صحيح لا يا فاندي بيصرف في الدايرة عبارة عن انه لازم بيدفع حضرتك الدعاية بتاعته النهاردة كل حاجة غالية عشان يجيب خمسين واحد يعمل له الدعاية تخيل كل واحد النهاردة اقل ما فيها هياخد ميت جنيف اليوم في خمسين واحد تقصد يصرف ما يمكن من خلاله معرفة الناس بي يعرف الناس بيقول لهم ايه اللي انا هعمل ويصرف الدعاية بتاعته بيجيب ناس توزع المنشورات بتاعته بيجيب ناس تعرض البرنامج بتاعه بيجيب سواعد معاه في كل مكان لان حضرتك تقدر تقول ان الدائرة كل اسم بينقسم الى اتناشر منطقة كل منطقة بها عدد من السكان مترمية الاطراف وعلى سبيل مناطق كبيرة زي عزبة الولدة والملأ او عارب وقنهم اماكن متشعبة محتاجة ناس فهو الوحده او اهليته الوحده ما ينقدرش يسيطر او يقدر يعمل الدعاية الانتخابية المناسبة علما بان فيه ناس محترمة جدا تمام طب بالنسبة ما بيقدرش يسوأ نفسه ما بيقدرش يسوأ نفسه فعشان كده الناس ما بتقدرش تعرفه لان المرء مخبوء تحت لسانه اذا تكلم ظهر داخل عندنا تخوف او تولد تخوف ان ممكن يكون في التخبات اللي جاء ناس تعتمد على المال فقط وليس الكفاءة يا فندم ده اكيد في الوضع في قانون الدوائر لصادر دلوقتي اللي هما المتين واحد وتلاتين دايرة طبعا حضرتك انا يعني واحد من الناس عاوز اخش داخل في الدايرة كنت بخش الاول في اسم الاسم ده كان عارف نهارده انتفرض عليك اسمين ايه اخرين ولو ما نشرطش دعاية فيهم وصراف طبعا كلمة دعاية فيهم يعني لازم ان تصرف فيهم تصرف دعاية من حيث حضرتك الدعاية الورقية حضرتك محتاجة وقت انك تلف على الناس والعائلات والمناظر محتاج مرور طبعا وتقنحهم بافقارك وتصوراتك علشان تكون تحظى بثقاتهم فيك ويطلعوا في الانتخابات يصوتوا ليك ومحتاج حاجات اخرى كعربيات بتلف في الدواير محتاج عربيات في عندنا كارسة كبيرة الى وهي ممكن واحد يكون صوته مثلا من منطقة وان يكون تبع اسم حلوان اسم حلوان حضرتك بيبدأ يعني مترمي الاطراف كبير مساحة بتاعته كبيرة شوية فممكن واحد يكون من عزبة الوالدة والصوت بتاعه تلاقي في التبين واحد من التبين يجي ينتخب في عزبة الوالدة كنا بنطلب ان كل منطقة يكون فيها يعني عدد السكان بتاعت المنطقة تنتخب في مدرسة المنطقة نفسها بحيث يكون في حاصل الازوات دي ايوه في نفس المنطقة بحيث ما نشكش على المرشحين انهم يجيبوا عربيات وانشك على الناخبين انه كلهم ايه بيطلعوا من المكان ده لمكان اخر بعيد يبعد عنه 30 كيلو في 30 كيلو بيتعرض لمشاكل بيتعرض ل يعني كل حدك ذكرته ده يمكن خاص بالانتخابات الفردية او المستقلة طب بالنسبة للاحزاب بقى ايه المشاكل اللي شايفها الاحزاب في قانون الدور الانتخابية ده اه الاحزاب قانون المشاكل ماذا ما قلت لحضرتك بالنسبة للاحزاب غالبية الاحزاب فاحزاب فقيرة ما عندهاش مال تنفكه في الانتخابات فلما الدوير بتجبر فاذا المرشح الفردي بتاع الحزب بفرصته بتقل جنب اصحاب المصانع ورجال الاعمال والناس اللي معها اموال طائلة تمام فبناء اما ده بيتحط في نفس المستوى ده ونبدأ السباء اللي بيكون بيقدر اللي هو بيأجر ناس وبيشتغل وبيدفع فلوس هو ده اللي بيكون انتشاره بسرعة ايه اللي بيقدر يتحرك في المدارس كلها واخد بال حضرتك اللي بيقدر يتحرك في المدارس وبيجيب لكل لجنة اتنين يقفوا تمام واخد بال ساعدتك في الحالة اللي زي كده ايه اللي بيتم الراجل ده بي احنا دايما بنطالب بتفعيل دول الرقابة في الحاجات دي يكون لازم يكون فيه تشريع مهم جدا يكون رادع لكل الأحزاب او لكل من يسعى للبرلمان بشكل سلبي وليس بشكل اللي هو منشود ليه احنا بنسعى لنكون فيه برلمان مصقف برلمان قادر على بلورة التشريعات بشكل أمثل والصالح المصريين ده اللي احنا محتاجينه الفترة اللي جاية مش محتاجين بقى السلبات اللي احنا كنا نشوف في الانتخابات ولا حضرتك زكارتا ان انا مثلا كناب مترشح عن الدايرة بتاعت لازم يكون الرجال بتاعتي موجودين وان انا اختص بالمكان ده من حد تاني فما ينفعش كلام ده كل السلبات دي عايزين نستفاد منها ونحاولها الإجابيات بقى في الانتخابات اللي جاية ممكن نراها ازاي من وجهة نظر حضرتك يعني كعوضوا في حزب أو كناب حزب الموضوع ده زي ما قلت لحضرتك يعني مطلوب مش هنقدر نحلوه من نهاردة يعني ممكن بعد أول برلمان اللي هو اللي برلمان العظيم هيتم التعديل بعض بعض واخد بالحضرتك بعض النقاط في الدستور هيتم تعديل الأماكن ديك نرجع للدوارس تغيرات بتاعتنا تاني علشان المرشح نفسه اللي الناس عوزا فعلا يكون في المكان بتاعه تغير عدد المنتخبين الناس المنتخبة عددها قليل فهتقدر تختاره بدون ما يصرف لأنه هو معهوش مطروف لأنه غالبا كل الناس اللي الناس فعلا عوزاها ما معهاش تقدر تنفك في الانتخابات فبناء عليه حتى لو قدر يحصل على عدد معين من الأصوات ما بيقدرش يسيطر على باقي الدائرة لأنه باقي الدائرة كبير طيب قانون دوار الانتخابية بعضه صدوره لو وجد عدم قبول من قبل الأحزاب وبعض الناس اللي هم المستقلين اللي هيرشحوا فرد هل فيه إمكانية التعديل القانون ده؟ يطعن عليه فن يطعن على قانون الدوار لكن إلى الآن قانون الدوار ما خرقش لأنه فيه اللجنة التشريعية في مجلس الدولة والسيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة بيفحصه فحص دقيق حتى لا يطعن عليه وإنه يعرض على الدستورية حتى ما ياخدش عدم دستوري لأنه لو طلع بالشكل اللي إحنا إحنا علام طلعه والتصريحات اللي طلعت من لجنة من لجنة نفسها نعم المجلس الشعب هيحكم عليه بالإعدام قبل ولدته يعني فمكرم حضاك يمكن هناك نية لدى الأحزاب بتطعن على قانون الدوار الانتخابية الجديد هناك نية فعلا لو طلع بهذه الصورة اللي إحنا سمعينا هنا ولكن ضع المقادرة تجري فئة عناتها ننتظر لحين ظهور الإيه رغم يعني ظهور بوادر بعض الأخبار عن القانون ولكن برضو علينا أن احنا ننتظر ونشوف زي ما حدك قلت القانون وما يصفر عنه من مواد وبعد كده إحنا يعني أو أنتوا كأحزاب تقرروا أنك تطعنوا عليه أو لا طيب نتكلم بقى عن اللي بيقع عليه العبء الأكبر والمسئولية العظمة وهو اختيار الناخب اللي هو هيمثله في الانتخابات البرلمانية القادمة الشعب بقى ممكن إزاي نوعي الشعب ونقول لهم لا ده البرلمان القادم غير أي برلمان جيء قبل كده ده أهم برلمان في تاريخ مصر ومش بنبالغ لما نقول الانتخابات البرلمانية اللي جاي أهم انتخابات في تاريخ مصر لا فعلا لأن صلاحيات مجلس الشعب القادم توازي صلاحيات رئيس الجمهورية عضو مجلس الشعب القادم يعول عليها الكثير والكثير والكثير من هذا الكثير هو أن يكون لديه المقدرة على تشريع القوانين اللي هيتمشي البلد سنين قدام لذلك أقف عند هذه النقطة وأكد ما هو الواجب لدى الشعب أو أهالي الدارة اللي هيختاروا النائب اللي هيمسلوا في البرلمان أهم شيء للناس يحط في رأسه من البرلمان اللي جاي أهم برلمان وإن البرلمان الجاعد ومجلة الشعب اللي جاي له صلاحيات ما كانتش موجودة في تاريخ مصر أي أن لو ستين عضو من مجلس الشعب ستين عضو صح يقدروا يسحبوا الثقة من وزير يقدروا يشيل وزير يغيروا قرار وزير ما كانتش موجودة قبل كده مية وعشرون عضو من أعضاء مجلس الشعب يغيروا قرار رئيس الجمهورية فإحنا محتاجين الناس تختار كويس وما يهمهاش شكل المرشح أهم شيء تسأل على تاريخ المرشح وتفحصه كويس جدا 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 لأن الراجل ده هيمثل الدائرة ومجلس الشعب اللي جاي لو ما جايش مجلس شعب بيحب الوطن هنتفاجأ بمجلس شعب زي خفافيش الظلام هيتواجدوا ويعملوا لنا بلبلة بل ممكن يعيدوا البلد ونبدأ من السفر مرة تانية وتالتة وربعة نحرس كويس نعم في اختيار المرشح نختار رجل وطني رجل بيحب مصر رجل يؤيد قيادة السياسية علشان القيادة السياسية ده الرئيس السيسي النهاردة رجل ذي كبطان ماسك الدفة في السفينة تمام الكل يصيب ويخطئ بالزبط ولكن إذا أخطأ في البعض فقد إيه فقد أصاب في الكثير تمام ولازم كمان نخلي أن نضع عمام نصبه عيونه هو مصلحة البلد قبل أي مصلحة شخصية عايز برضو حدك تقول إيه لبعض الناس الطيبين الناس البركة اللي هما في بعض الأرياف اللي هما بيعلقوا دايما إن عضو مجلس الشعب هو اللي معاه فلوسه هو اللي قادر إنه هو يصرفوا الكلام ده كله ممكن نغير الفكرة بتاعهم ونوعهم نقول لهم إيه في هذه الجزئة نقول لهم اللي أهلين كلهم ادوا فرصة للشباب ادوا فرصة للناس المحترمة تمثلكم والناس دي أكيد أكيد هتنجح بيكم وبثقتكم والناس دي فعلا بتحبكم حس بيكم منكم عاشت زيكم ما تجيبوش حد ما حسش بحزن الشعب حد ما حسش بالفقير هتواعد من تحت بادئ معكم من السفر بالصبع الرئيس السادات نجح في حكم مصر لأن سيادة الرئيس محمد أنور السادات رحمه الله هذا الرجل بدأ من تحت اتمرمت في الشارع عاش هموم الشعب وعارف متطلباته واحتياجاته عزن اشتغل كل جميع جميع أصداف المهن نعم فبناء عليه لما كان رئيس لما بقى رئيس قدر يفهم قدر يحكم قدر يحس بالناس لو نفتكر كده سنة الثمانين لما قالوا أو تسعة وسبعين لما قالوا اللحمة بدأت تغلى قال نبطل اللحمة شهر لما بطل اللحمة شهر يا إيه اللي حصل اللحمة اللحمة رخست واحد بالحضراته قال راجل صارب فبناء عليه حس بالإيه بالشعب الرئيس مبارك الرئيس مبارك فشل إيه لأنه كان الدماغه عسكرية بس ما حسش بالشعب تمام ما يديرش يشيل من راسه الأحكام اللي هو الحكم العسكري بتاعه الجبس اللي في راسهم يدروش يشلون فبناء عليه فشلوا فشل زريعا عشان كده لازم الشعب المصري يكون عنده خلفية ودراية إن الانتخابات اللي جاية مش بتقتصر فقط على هم أصحاب المال والنفوز والكلام ده كل احنا اعتقد مرنا بانتخابات برلمانية كتير جدا ومرنا بعصور وعهود كثيرة جدا والحمد لله الشعب المصري دوقتي يبقى مستنير عنده معرفة وعنده رأية وعنده حنكة سياسية من خلالها هي استطيع يختار النائب البرلماني اللي هو يمثله في الانتخابات اللي جاي وأنا كمان بناشد كل الناس لسه عندهم بعض الأفكار السلبية والمعاولة فقط إن العضو مجلس الشعب هو لازم يكون عنده فلوس وهو لازم يقدر يصرفه كلام ده كل ولكن زي ما احنا بننادي إن الشباب وتمكنهم في المجتمع كمان عايزين الانتخابات القادمة إن شاء الله والبرلمان القادم يحظى بفئة كبيرة جدا من الشباب هتقول الشباب هيقدر يصرف إزاي إحنا لو أهالي دايرة إحنا ممكن نحس إن هم أقدر منه بس بفلوسهم نتمنى ربا الانتخابات البرلمانية القادمة أن يكون فيها تنوع في الأحزاب أيضا تنوع من الشباب وكل الفئات الوطنية المحبة لهذا البلد وأنا بناشد كل المصريين ياريتنا تحرط دقة ولما قلنا تحرط دقة أنا بخصد دية لازم نتحرط دقة في الانتخابات البرلمانية القادمة لأن وظيفة المجلس القادم غير إنه هو تشريعي كمان هيشرع القوانين اللي إحنا هنقعد على صددها سنين جاية فلو إحنا عايزين نعيش محترمين وعايزين نعيش صح وعايزين نعيش عيشة أدمية لازم نختار اللي هو النائب البرلماني القادم اللي هو هيحقق لي كل دا وهيبلوره بإذن الله تعالى على الأرض الواقع في نهاية هذه اللقاء بشكرك جدا ضيفة الأستاذة سعد أبو بطيحة نهاية برئيس حزب مصر اشتراك شكر لك يا فاند مشترفتينش شكر لك مشاهدين خلصت حلقتنا النهاردة الوقت يجري مع حضلاتكم لكن ببرنامج اللون الأخضر مستمر غدا إن شاء الله في تمام الساعة سنة 10 ظهرا وعادة الحلقة النهاردة ساعة 12 بالليل تحيات فرق عفا ساعة 10 غدا إن شاء الله برنامج اللون الأخضر ساعة 10 صباحا والإعادة النهاردة ساعة 12 بالليل تحيات فرق العمل وتحيات عاصم الشنويل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة